يستمر تدفق قوات حلف شمال الأطلسي الناتو باتجاه العراق في إطار برنامج تدريب القوات الحكومية الذي أعلن عنه الناتو بداية العام الحالي فمن العاصمة الأمريكية واشنطن أعلن الناتو عن إسناد قيادة تدريب قوات الجيش في العراق إلى كندا قائد بعثة الناتو التدريبية الجديدة إلى العراق الجنرال داني فورتين أفصح عن استعداده لهذه المهمة وقال إنه يثق بقدرات بعثته المتجهة إلى العراق ليس في مجال تدريب وتأهيل القوات الحكومية فحسب بل أكد فورتين أن الناتو قادر على كشف مجرمي الحرب المحتملين وأعضاء الميليشيات المسلحة المنضوين داخل المؤسسات العسكرية والأمنية كالجيش والشرطة وهو ما عده مراقبون خطوة مفاجئة في نوعية تقديم الدعم والتدريب التي أعلن عنها الحلفاء في الناتو فتصريح القائد الكندي يعزز تقارير لمنظمات حقوقية ودولية مثل منظمة هيومن رايتس ووتش التي اتهمت العام الماضي ضباطا في الفرقة السادس عشرة بتورطهم في عمليات إعدام خارج نطاق القضاء ضد المدنيين إبان حرب الموصل ومن المقرر أن تباشر البعثة الجديدة للناتو عملها في قاعدة عسكرية قرب العاصمة بغداد والتي تستوعب 250 عسكريا ومدربا مدججين بمعداتهم عودة حلف الناتو إلى العراق بنهج جديد عنوانه لا تدريب للميليشيات قد يكون بمثابة إعادة فرز لهذه الفصائل التي دمج معظمها بالقوات الحكومية بقرار سابق من العبادي ومنها ميليشيا عصائب الخزعلي التي صرحت في وقت سابق من العام الجاري بأنها ترفض وجود قوات حلف الناتو في العراق بذريعة عدم حاجة العراق لها